بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبعد حياتكم الله جميعاً معاشر الفضلاء الفضليات من الطالبة والطالبات المدرسة الحسنية في الأشراب العمومية شكر الله لكم جميعاً دعوتكم ابتداء وحضوركم وجزاكم الله خيراً على سالفي مجهوداتكم ومجهودات من سبقكم في هذه المدرسة سواء من طلبة لجنة المسجد أو النادي الاجتماعي أو جسائر مكونات إدارة هذه المؤسسة الطيبة التي سواء لما ولجناها ونحن كأساتذة درسنا بها مرحلة معينة من الزمن أو كأساتذة محاضرين في المحاضرات الموازية للأنشرة الدراسية ما وجدنا من هذه المؤسسة الطيبة إلا ترحيباً وتيسيراً لما نعلمه من حملهم لهم إعدادي طلبة مهندسين يكونون في مستوى تحديات البلد على وجه الخصوص ومستوى التحديات ما ينتظرهم على المستوى العالمي بشكل أعم فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء والحمد لله الذي يسر إعادة انطلاق هذه الأمسيات والمحاضرات بالنسبة لهذه السنة التي ينسلوا بإنسال الله عز وجل أن يجعلها سنة عطاء وخير وإنتاج بالنسبة لنا ولكم إن شاء الله تعالى حتى نكون من الذين إذا ذكرت سواء أسماؤنا أو أثارنا في تاريخ من سيأتي بعدنا ترحموا علينا ودعوا الله لنا بالخير لأننا نكون قد خلفنا لهم أثراً طيباً ونعوذ بالله من أن نكون من الذين إذا ذكروا في من خلفهم بعد ذلك يعني أقل قليل وأدنى ما يخشاه العبدو هو أن لا نذكر أصلاً فضلاً عن أن نذكر بسوء ومن يطالع منكم تاريخ من سبقنا فهو يعلم أن نظرته لتاريخ من سبقنا تنقسم إلى قسمين هناك أشخاص كلما نظرت إلى أثرهم وسمعت أثرهم إلا ودعوت لهم وترضيت عنهم وسألت الله عز وجلهم الخير حتى لو لم يجمعك بهم مجلس ولا حتى زمن وهناك أشخاص كلما اصطرت تاريخ ذكرهم إلا وشكوت إلى الله عز وجل ما خلفوه من أثر سيء نعوذ بالله من ذلك حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم وحديث يعني كما يقول سادتنا هو حديث قديم جديد لكن القضية المتعلقة كل أمور المتعلقة بالإنسان هي أمور قديمة جديدة يعني تتجدد كلما جاء فوج جديد من الناس وقديمة على اعتبار أنها أمور تكررت مع كل فترة زمنية منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لأنها أمور متعلقة بأصل خلقة الإنسان وكل ما كان متعلقا بأصل خلقة الإنسان حتى لو تغيرت المعالم الخارجية المحيط به فالأصول المتعلقة به هذه لا تتغير مثلا الأحاسيس والمشاعر مثلا المحبة البغض الكره الخوف الانزعاج حب الأشياء الحرص حب التوكل مثلا حب القيم النبيلة كالعدل والأمانة والعفة والصدق وبغض القيم السلبية على اعتبار يعني أن هناك مدراسة تقبل التقسيم في القيم بين ما هو السلبي وما هو إيجابي فهناك قيم سلبية كالشح والبخل ومثلا الظلم والخيانة والإشراف هذه كلها من القيم السلبية التي هي في في أصل خلقة الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والعمل على تزكية هذه النفس هذا أمر باق مع العبد إلى أن يموت هو وباق مع البشرية إلى أن تقوم الساعة فعندما نسمع حديثا عن الشباب وعن محاولاته للثبات على صراط الله المستقيم وخوفه من الزيغ لا يدعي أن أحد أن هذا الموضوع قد تطرق له الناس وقد فرغ منه الناس لا هذا بحل مدرسة السياقة هذه المدرسة التي يتعلم فيها الناس سياقة الوطوة يكون سيارة تعليم هذه المدرسة السياقة لا يمكن أن تذهب لهم لا يمكن أن تذهب لهم ويقول لهم الله أزيكم بخير ربغيتنا تعلم السياقة ويقول لك سمح لنا هذا الموضوع هذا سوف يطرقناه وعلمنا الناس ما حال هذه سوف يجعل شي ضارك هذا بل بغيتي التعلم سور ربنا ناس تعلموا سير شوفهم كيف يصبحوا يستحيل دائما يقبلون الجدد لأن ديما عندك ناس خاصة تتعلم وناس وخاء ذاك الموضوع مشان يقول لك طبخ ذاك الموضوع صافي وذاك اللي كي يعلمك ذاك المرشيد المونيتر اللي تيبدأ يعلمك في السياقة ذاكش الأمور واللي يستظهروا عندها ريق المبقاش محتاجة تفكر فيها كي يقول لك كاذا 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 اسميتوها هذا الكود هذا كاذي هذا الأمور هذي كلها هو تيقولها لك وصافي ولدك تسريليهم مع الدم ومع ذلك يعلموا أن عليه مسؤولية في تعليم ذلك الشاب ولدك الشابة لأن هذا مقبل جديد على هذه المسألة وهو محتاج لهذه المسألة فالموضوع كل يجي يقول لك وفي المنطقة اللي يقول لنا الشباب وسائل الثبات صافي رهد شيئر واضح لا شيء ما واضحش وكون كان هد شيء واضح كان رأي يكون واضح لأبينا آدم الذي خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روح وأسجد له ملائكته وعلمه أمورا لم يطلع عليها ملائكته المقربين وأسكنه في جنته ووسع عليه في دائرة المباح اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما وضيق له من رحمته ضيق له دائرة الحرام دائرة الحرام هي أضيق دائرة في الأحكام كلها وضيق دائرة الحرام ووسط هذا كله كان يكفي شيء من وسوسة الشيطان أن تلتقي مع لحظة غفلة من آدم ليقع في محظور كلنا الآن يستغرب كيف وقع هذا النبي طبعا قبل أن يجتبيه ربه عز وجل كيف يقع يقع هذا الإنسان الذي أعطيت له هذه الظروف وهيئت له هذه الأمور كلها كيف يقع في هذا الخطأ يعني يستغرب فعلا يستغرب الإنسان نرى مشي غنقول بعضكم يستغرب كيف أن الناس كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد نظرت إلى صفحة وجهه الشريف وكانت في مكة ومهبط الوحي وشافوا معجزات وأنكروا كيف لا يقبل الناس هذا أقول لك غفل آدم وعصى ربه عليه السلام غفل آدم عليه السلام وعصى ربه كما استطر ذلك القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه يعني جاءت الاجتباء والاستطفاء باش نعرف ريوس نحن شنو تابعنا تابعنا غفلة وتابعنا الشيطان وتابعنا نفس أمارة بالسوء وتابعنا أعداء للدين وتابعنا وتابعنا مجموعة من الأمور هذه المرحلة الأولى لخلقة آدم عليه السلام إنما كانت مرحلة إعدادية لآدم حتى يعلم نسله بعد ذلك الذي سوف تغرز فيه نفس الفطرة وستغرز فيه نفس نوازع الشر وستغرز فيه نفس نوازع الخير حتى تعلم سلالته بعد ذلك حتى يعلم أن أصل الانحراف ها هو وأن أصل الثبات على السراط ها هو لكننا سنحتاج دائما لهذا التذكير المنطق المادي الذي يراد لأبنائنا أن لا يروا الدنيا إلا من خلاله يقتضي أنه مدام سيدنا آدم عرف الخطأ ديابه والله عز وجل اجتباه وألقى عليه كلماته وتاب عليه واصطفاه للأصل أنه مخصشت بقاريحة المعصية على الأقل أمجي يقول القرون وألفيات أرى لم يمضي وقت طويل على البشرية حتى عبدت الأصنان مشي حتى عصة الله حتى عبدت الأصنان وقبل ذلك بكثير لم يمضي ربح من الزمن حتى قام الناس بإحدى أكبر الخطايا على وجه الأرض وهي قضية القتل بسبب الحسد واتل عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ثم بعد ذلك قال فطوعت له نفسه يعني صار هذا الأمر صارت نفسه طيعة للقيام بجريمة فطوعت له نفسه قتل أخي ما تسناش بالزاف فقتله فقتله مش يبقى يديه ويجيب وخصنا بالزاف وقلسوا تسننا وربما من دي راشانا خليه ولادي لا 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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله هذا راه لم يرى قبل شخصا يقتل شخصا من يجد المسألة هذه إنما هي بواعث الشر الموجودة في داخلنا إذا لم تجد كوابح وجوامح لتضبطها لا يمكن أن تتخيل أنواع الفجور التي يمكن أن يقدم عليها الإنسان ربما في زمن قد مضى قد كان يصعب على الناس أن يتخيلوا ما يمكن أن يفعله الإنسان من الشر لكن بالنسبة لنحن الآن في زمننا هذا هذا ما عاد أمرا غريبا علينا إحنا شفنا أفجر ما يمكن أن يفعله الإنسان القتل إحنا ما شفناش القتل إحنا شفنا المقابر الجماعية إحنا يوميا يوميا نشاهد في شاشة التلفاز قتل الجماعي بكل برودة نفس بل قد تجد الشخص ربما يتناول البرة ولا الجععة ولا شي حاجة عزكم الله وهو يضغط على الزر الذي سيرسل به صاروخا عابرا للقارات ليدمر مدرسة بها أطفال صغار يعني ما بقى تذكر القديد هذا الجيش وهذا جيش وتي ضربوا في بعضياتهم وهذا بغى يقتلوا هذا يخويني وتي حاول يقتلوا لا السيف ولا القرطاس هذا قال استياكل وتيشرب ويرسلوا صاروخا يدمروا به مدرسة أو يمكنوا من فوق الله أعلمش حال من مئة متر في الفضاء هذا هو طيارة حربية ويرسلوا قنبلة يدمروا بها قرية بأكملها كانت فيها عرس يحتفى به وجوزي للشباب الله مزوجين فرحانين بحياتهم غير يدخلوا لها أمر معول على أوليدات غادي كبروا يدمروا قرية بأكملها ومعنده شيش كان قرأتوا كلكم في الحرب العالمية الثانية طابع الفاجر بس سألت بالقنابة النووية اللي هي أصلا كان كل شيء تعارف أنها هذه رامة تاوحد ما عنده الحق أنه يستعملها واستعملوها وخلاص واللي ما عجبوا حالي يدعينا وإحنا هم ليش أدين المحكمة الدولية وإحنا اللي كان حددوش كناولي مجرم حرب من اللي ماشي مجرم حرب خلل في المعايير فجور في الخصومة مقابر جماعية انتكاس للفطرة الفطرة انتكست ربما نقوله في سينات ولا في سبعينيات ربما اللي بن الحركة دي الهيبيزمي لآخره وبن الانحلال والتفكك الأسري لكن ما بلغت الأمور وأوجى ما وصلت إليه الآن أمور أمور مش ينقول لك الطبع البشري الطبع الحيواني يتقزز منها لأن حتى الحيوانات الله الحيوانات لا تفعلها إذن أصول هذا الانحراف إن صح التعبير الذي يخشى منه كل واحد منا أصوله موجودة مكاملها الأصلية موجودة فينا فوجب علينا ابتداء قبل من سور على وسائل الثبات علينا ابتداء أن أسأل عن أصول الانحراف في أنفسنا بعد أن نعرف أصول الانحراف عندها نجتهد في السعي وراء وسائل الثبات لأنه لو بغيت أنا نزرع في واحد الأرض قبل ما نزرع هذه الأرض بعدها خصي نحيد من هذا الشي اللي نيد فيها بعدها قبل إلا فيها حجر رخص يتحيد إلا فيها أشواك خاصة تحيد إلا الأرض قاسحة شي شوية وخمة فيها والو خاصة تقلب باش تنفس باش تقدر تقبل إلا كين شي زرعة غيرتحط فيها ولكن شي ما غيرتزل عليها طلب الله عز وجل يغيتنا بالغيث ورحمناه ويغفر لنا إلا كان هذا شي محفوظ بسبب ذنوب ديان الله يغفر لنا إلا كان ابتلاح نراضين به لكن نسأله فعافيته وأوسعه لنا فنحتاج لإعادة النظري في طربة هذا القلب إحنا بغينا أن نعيش هذه جنة النفس من صح التأبير فشيش من لك نديره في ذلك الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سأفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي هدي وأن نذر صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهب همي وغمي النبي عليه الصلاة والله قال لك من قال هذا الدعاء موقنا به إلا أبدل الله همه فرحا فقال يا رسول الله نتعلمها قال تعلمها وينبغي لمن تعلمها يعني من سمعها أن يتعلمها أو يعلمها أو قال كلمة النحوة عليه الصلاة والسلام نكيف من هو القديد القرآن ربيع قلبي وسيدنا إبراهيم اللي ربطنا هذه اللفظة في الحديث إذا ربطناها بسيدنا إبراهيم لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة وقال لي يا محمد اقرأ أمتك مني الثلام فبنسمعه الحديث قوله على نبينا وعلى إبراهيم الثلام ورحمة الله وبركاته تقال لي يسلم عليك ولم يقول لي يسلم عليك فلانك يقول لي يسلم عليك الخير أه مزيان يسلم علي الخير ما عرفناش الخير يقولミ يسلم عليه الخير لكن لا قال لك سلم علي فلان بقعنا نفلان في حلăng يلقى لك فلعن قال لك السلام عليكم فأنت ترد عليك دل لي عليك وعليه السلام رحمة الله وبركاته فقلlle أقرأ أمتك مني السلام فعلى نبينا وعلى إبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي وأخبرهم بأن الجنة تقيعان أن الجنة تربى تخيل الجنة قال لي رأى تربى وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكيف تنتج الجنة ديالك اللي هي تغرس فيها الغرس اللي تلقاه يوم القيامة بالذكر وبالأمعال أعمال الصالحة رأى القلب ديالك حتى تعيش الربيع اللي وجعله القرآن ربيع قلبي الخاصة الغرس يكون فيه غرس صحيح وحتى نغرس غرسا صحيحا في قلوبنا وجب علينا ابتداء أن نتعرف على طبيعة هذه التربة وكيف يمكننا أن نعدها إعدادا صحيحا يعني فين كيل الخلال في اللول عادة باش من بعد نقلب كيفاش نحلي هذا القلب كما يقول علماء السلوك والتركبية التخلية قبل التحلية يعني أتخلى عن كل رذيلة وأحاول أن أتحلى بكل فضيلة من بين أصول الانحراف الذي يعيشه شبابنا لأن أصول الانحراف نواحلة في النفس كان في مكامل النفس لكن ما يمكن أن يغذيها قد يختلف من زمان إلى زمان زمان اللي احنا فيه زمان صار عندنا نوع إغراق في كل الأمور المادية للدرجة تحت أن المسلمين ولت نظرة ديالهم للدنيا نظرة مادية وتحدثنا في غير ما موطن على القضية ديال فلن أعرج عليها بشكل تفصيلي أشير إليها فقط بلية أن تكلموا مع وليداتنا مثلا وكن أقول لهم أنكم نجحوا وأنك تنجح في حياتك وأن حياتك تكون ناجحة وتكون إنسان ناجح من نهارك إنا باقين صغار وإحنا باقين كيطبخوني ناد مغنب هذا النجاح ونجح وحياتك ونجحة وتعيش حياتك وتنجح حياتك من لك تجي تقلب في عمق السؤال لسولته ومش كتقصد بالنجاح غطلق النجاح مرتبطة بمسائيل مادية ما كينش فينا الليدو ما كينش فيهم الليدوالين على أنك تنجح في حياتك ويقصد بذلك أنك تدخل للجنة ما كينش إيه الليلة شي واحد ما تنلف واحد الفضاء اللي الكلام فيه عادة يوجهك إلى الجنة ومع ذلك غطلقها فيديك اللي قد يقول لك وتنجح في حياتك ومن بعد دخل للجنة أرى النجاح في حياتك رهوى أنك تدخل للجنة هذا هو النجاح لكن أنك تدخل للجنة ما يعنيش أنك هنا في الدنيا اللي خلقك فاسد ربي أنك قد تمشي تشومر وتقول الحق قال لا وهذه رابينا قوسين رابينا مشي من صيغ المبالغة والله العظيم هدراك يجوني اتصالات من عند شباب من عند شابات ولا دوبنات تيقول لك ودينا ركن شي شوية زيغي إلى آخرين مثلا الثانوي في الثانوي التأهيلي تيقول لك من بعد ونن فقت وصابتني ذلك المنزيلات ليقاضة يتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مداري جسالكين قال لك ودي وصافي وليت مقبل غير على القرآن ونتعلم شباركة السنة وكذا وصافي هذا التعليم الأخر العلم الدنياوي ولكل يبدو صافي قطعة منك وليه أهى ما زعمه واشغل تمشي في المسلكة العلوم الشرعية وتخرج مثلا وتأخذ الدكتورة وتمشي تقرري مثلا في الجامعة وإن تدير مثلا العدالة وتمشي للنوطاريا شو فيه ما يتمشي يقول لك لانا الضار القرآن يقول لي إسلام لا تطلب منك هذا الشيء يا شريف سيد ربي لا تطلب منك هذا الشيء الإسلام لا يقبله البطالين تقول لك شادرقنا وتقول لك حقار غانا قرر القرآن قرر القرآن مزيئ لا يتقبل لكن لا تقول لك أنتها يا نعمة عباد الله خرجك الضرب تامارا وجهز تصرف عليك أنتها يا ونار طلع عليهم تفراس ونصد عليك الروبيني تخرج تطلب الإسلام لا يقبل الأذلة الذلة التي يقبلها الإسلام هي التي تكون لله فقط إذا لماذا نتكلم عن النجاح خاص الدائرة ديالنادي لتفكير تكون أوسع من أن نقلب على واحد استدريان نجيبها فراش شار باش نقدر نكون بها الخبز علاش لأن أنت الرزق ضيالك ضامن لك الله عز وجل أنت مبتلى في باب الأسباب الأسباب باش يوصل لك الرزق هل تأخذه من حلال أم تأخذه من حرام هل تكسبه من حل وتنفقه في حق أم تكسبه من حرام وتنفقه في باطل حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إذا المفهوم ديالنادي النجاح خصوش شوية انفاصل على النظر المادية الصرفة النظر المادية الصرفة شنو دارت فينا احنا دارت فينا هو أن أنا ده بك نتكلم على المسلمي فقط نظر المادية الصرفة خلتنا أننا الجانب الغيب يعني الموت والقبر والحشر والنشر والعرض على الله عز وجل والصيراط والمقاصة بين العباد والجنة والله يسترم النار هذه أمور ما عادت تأخذ من حيز مذاكراتنا ولو واحد في المياه ما بقاش حضر عنا الغيب تقريبا ما بقاش حضر عنا الغيب كانت تفكروا الغيب من لي كيبنى شي واحد حدانا كيقولك حقارة طاح شدته أزمة وتدك الغيب نحنا ساهمنا في الحرب ضد الإرهاب مع المريكان قبل ما تبالي الحرب ضد الإرهاب قاعد كيطاح واحد كيقولي شدوه الشدوه شكون شدوه شدوه المسلمين واحد طاح يترك لك يقولك شدوه المسلمين إذا لم يشدوه لانصارا ليهود لو العالم السلمين لكي يدردك الحالة في أخوتهم وراح قل أخرين جاءوا وقال لك الحرب ضد الإرهاب وكيقولك الإرهاب هو الإسلام وقال لك أخوت قل لك رضي رضي عادي عادي كنتم تفكروا لحقا عفك لك تعرف شي واحد يدير شي بارك هذه الرقية كذا ولها كواحد خمسة طرود عين ما عارتشنا وهذا قررنا فيها شي شوي القرآن وجبان هذا هو الغيب هذا هو الصقف ديالك في الغيب هو هذا أنا لا أؤنكر المسايد الاستشفاء بالقرآن وكذا إلى آخر بضوابطها وأصولها الشرعية لا 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 تكلمش على هذا أنا كنقول واش هذا هو وجه ذك في الغيب على الغيب ونظرة الله عز وجل إليك وسمع الله عز وجل لك وأنت تأكل من حرام هذا ما حضرش نظرة الله عز وجل إليك وأنت تمارس الحرام وأنت تستحي من نظر الكل إلا من نظر الله عز وجل الغيب ما حضرش أملي أملي وأنا ندخلوا في تفاصيل في حين منك تفتح القرآن الكريم هذه من الإشكالات منك تفتح القرآن الكريم وكطلب الله عز وجل في آيات استفتاح الكتاب اللي هي الفاتحة تطلق القلب النابد للفاتحة وللقرآن الكريم يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين بمعنى أنك تمضي إن صح التعبير تمضي عقدا مع الله عز وجل أنك تلتزم بعبادته وحده لا شرك له وتلتزم بطلب العون منه لا من غيره القاعدة معروفة من التزم شيئا لازمه إذا التزمت بأحد المسألة كتولي لازم خصك اددرها اددرها على أكمل وجه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه فمن لك تجي من لك تلتزم الله عز وجل يقول لك ودا با اللي بغيتها طلبها من ليلتزمت وكنت عبد كما ينبغي دا با اللي بغيتها طلبها والله عز وجل لأنه أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا أحسن حاجة ممكن تطلبها سأطلب الهداية للصراط المستقيم النجاح لك أنا أدره عليكم بينا فمن لك تقول اهدنا الصراط المستقيم الله عز وجل لا يتأخر عنك في الإجابة مقدار صفحة حليت الفاتحة هنا قلت اهدنا الصراط المستقيم تعتك الله عز وجل الجواب في البقرة مباشرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى قلت اهدنا قلت الكتاب فيه هدى هدى للمتقين صفة دي لها المتقين أول صفة هذا رباقي ابن آدم يالله جاي داخل بغاله هدى يريد الهداية أول صفة كولي الذين يؤمنون بالغيب بمعنى أن المفتاح ديالك لكي تنتفع من القرآن اللي احنا نضاربين عليه النهار ومطال وبغينا ندخلوا بالجنة وبغينا يشفع لنا ويعجبون ذو كل حديث ديال يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وردت الورتقي كما كنت توردت له في الدنيا وكان يقول يؤتى بالقرآن فيشفع لتقدمه صورة البقرة وآل عمران تحجاني عن صاحبهما والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة يقول ايا ربي حرمته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع كي يجي القرآن في القبر ينير لصاحبه قبره هذا شي كله كي يعجبنا لكن عن أي قرآن ينتحدث واش تذكر القرآن لتك يموت الوليد ولا الوليدة الله يعافي الجميع مهم اللي مات الله يرحمه اللي حيان الله يطول عمره الله رزقنا برديا لهم أحيان وأمواته واش تذكر اللي كي يموت الوليد عذا كم دون عيطوا على شي جوز ولا ثلاثة دل حيا يقول لهم واش يقررون واش باركة القرآن واش هذا القرآن وليك تسنافي ديلك ذك شي يستحيل القرآن ما لم تجعله منهاجا لحياتك تفق عليه وتنأس إليه هذا المجد تسعيل قدرون تفهموا لأنك تنتفع بكلام الله عز وجل فالنقطة للانطلاقة الكونطاكت اللي كتضربو تكدي مراج تيقول لك الذين يؤمنون بالغيب فواحد من أصول الانحراف عند شبابنا هو إبعاد تداول مسألة الغيب في حياتنا اليومية في حيل أن الناس الذين قامت الأمة على أكتافهم بل قامت الحضارة التي أنارت الدنيا للعالمين على أكتافهم كان رقم واحد حاضرا عندهم هو الغيب وعندهم هذا الغيب هذا مشيذك الغيب دي الخرافة الذي يغيب العقل ويخضع الناس لأعداء الله عز وجل مشيذك الغيب دي البعض المناطق اللي كانوا كي يمرسوا فيها القبورية والشرك بالله عز وجل ومن اللي تم جاء المستعمر جعلوا ينشرون بين الناس أن المستعمر قدر من الله ولا أحد له الطاقة على مقاومة قدر الله فانصاع الناس للمستعمر قرأوا التاريخ لدي الجزائر فاشدخلهم في 1830 لدي المغرب فاشدخلهم في 1912 طبعا كانت مقاومة في قناة خورين المناطق اللي كانت شوهم المقاومة شارسة لمن ناحية الشاوية لمن ناحية وجدة هاتشي قبال من 1912 كانت وعلى 1907 في المناطق اللي كانت فيها مقاومة شارسة كان الناس فيها يدينون لله عز وجل بتحكيم القرآن في يومهم وليلتهم عاربش من بعد داد الخدمة لفصل القرآن على الناس الخدمة اللولة فصل التحاكم إلى القرآن وداروا وحد المحاكم يرجع إليها المستعمر الفراصي لضمان حقوقه من بعد ولوا الناس اللي بيعين وجههم تيقول لك أودي نشريو القدرة على التحاكم إلى محاكم فرنسا وبدوك يقول لي غا تعطينا قد دو قد دو نجيبوك نحاكموك هنا بلما تمشي عند القاضي الشرعي المغربي مثلا هو اللي التحاكم عنده وبدو الناس كالقاور يصوم باللي حاجتهم رأى ممكن أنهم ياخدوا حاجتهم وحاجت الأخر إلا مشاول هات المحاكم ومشاوش الأخرى وبدو هات المحاكم تيكترو وبدو المحاكم من الأخرى أنهم يمشي فكان هذا أول مظهر من مظاهر إبعاد القرآن عن حياة المسلمين ومن بعد دو كي يجيو حويجة أخرى بدتك تدخل المدرسة وبدتك تخيب وكتبشع النظرة ديال الناس لهذاك الإمام اللي كي يحفظ القرآن لوليدات الصغار من خلال تجفيف المنابع التي كان يقتاتوا منها كالأوقاف مثلا ومن بعد دازت أمور أخرى ودازت أمور أخرى حتى وصلنا للذي نحن فيه وهو أن الناس لا تقيم لكلام الله عز وجل وزنا اللهم في بعض مجالس التبرك فقط هل هذا يعني أنه من قرأوش القرآن مثلا في بعض المجالس وكذا لا قرأ القرآن في ذيك المجالس لكن خدمه في حياتك من بعد ما كان يقولش لك ما نديروه شنا ما نديروه شنا لا كان نديروه هنا نديروه هنا وهنا فهذاك يخلي لأن النظر دي أن الأمور تصير نظرة مادية بحتة والنظر المادية انظر إلى الذين ضرب الله عز وجل بهم مثلا في كلام الله عز وجل بشعرف النظر المادية فإن تتوصل سيد ربي ذو على بني إسرائيل وقال لك لتجدنهم أحرص الناس على حياة كيف ما بغى تكون هذه الحياة الموهما أنها كونوا نشرب وخا تكون ديال الدل أنجت ناكرة لتجدنهم أحرص الناس على حياة كيف ما بغى تكون ديال الحياة والأصل لهاد المسألة الغواية اللولة للشيطان أشكر الشيطان للآدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبلغ نفس المبدأ غير هو تبدل بطريقة أخرى ما كيبقاش خلق عن شخص كيولي قيمة عند مجتمع لدرجة أنهم وصلوا بالمادية ديالهم أنهم احتمل لكيطلبوا من سيدنا موسى يقولوا لي يعطينا شي حاجة باش نآمنوا كيقولوا لي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بغينا إله ما دي تخيل 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 نفسك مع بني إسرائيل وآمنت لموسى وفرعون كان مدوز عندك شيء مدوز أرامي ممكنش تخيلوا ذك شيء مدوز عندهم فرعون انت رأي يقدوز عندك يستحيي نساءهم يقتلوا أبناءهم يستحيي نساءهم تعكدوز يقتلوا أبناءهم يستحيي نساءهم وشعالشن يقتلوا أبناءهم خذ معايا أم أولدها جاتو شي سخانة قبيحة ومات الدري هذا من قدر الله مباشرة ما تدخل فيه تاوحد سول على الكبدة ديالكي باشك تحسدها فما بالك أن أولدها صحيح فصيحوتي تموجين داخل شي قلدات وشي سيوفا سميتو آوالدها هاكد بح أنا أعطيتك هذا المثال بصين بلا ما نظر لك على التجويع بلا ما نظر لك الأهرامات اللي تبنت على ظهرهم بلا ما نظر بلا ما نظر بلا ما نظر وهدو جاء وآمنوا لموسى وشافوا الآيات اللي تعدب بها فرعون وقومه احتف صافي فرعون فأقولوا بالداري جرطاب واحد لو قيته وقال لي خد بني إسرائيل وسير بهم من المشى بهم وقفوا البحر فلما ترى الجمعان ذيك الساعة فرعون فحلا دوك المالة اللي عنده بقوا كتين فخوا فيه كيفاش خليتهم مشاه وتبقى عليك كادا وبدأوا يقولوا هادي وانت خليتي الدل والفراعينة معهم رمدال وكادا قلهم يا الله هزو الجيش نتبعهم صباح هدو كيشوفوا البحران وكيشوفوا فرعون وجنوده في الجهة أخرى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كيفاش سيدر بغي ورين كيفاش شنا هيك غنديرو لها معرفش لكن الله عز وجل غادي يقول ناك نديرو لها ثم وحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله في رهنك الطوضي العظيم تخيل انت وقف وتتشوف البحر ضربوا واحد الراجل باسا هو يتحل على جوج والوسط نشف وضرب لهم في البحر طريقا في البحر طريقا في البحر يا باسا يعني الطريق تخيل معي البحر يا الله تهز الأرض ناشفة ما فازقاش الأرض سيروا على خطركم تذك تعفط فيها فازقا ما يفزقوش لكم الحويج يسير وقطعو وماشي غير قطعو الله حي تقدر تقطع ويتسد البحر ويمشيوا ويقول الله علم كرة فرعون ما ما تقدر يلحقرين بالباركوات ولا بالبواخر ولا حاجة لا قل لك وأغرقنا آلة فرعون وأنتم تنظرون واقف يعني احتل المسوى النفسي سيدر برض لك الاعتبار أن ذاك اللي كانت يتكرفص عليك ها هو تكرفص وباش مات مات بالماء الماء وغير قطعو لما جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم في البلاسة حيث المادة لا أسقع في القلب قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون بغينا إله مادين شوفوه علش أن النظرة دي لمصارت مادية بل حتى رب العزة والجلال لما كان يمتن عليهم اش كان كي يقول لهم يا بني إسرائيل ذكروا نعماتي التي أنعمت عليكم نعماتي التي حيث أنتم مادية يعني نبغينا ندوه معكم ندوه معكم بالمادة اذكروا نعماتي التي أنعمت عليكم لكن لما خاطب هذه الأمة قال لنا سيد ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا هذو قال لهم ذكروا نعمتي ما تستهلو سأنكم ذكروني ذكروا لي نعمتي ماد الأمة سيدر بيشرفها قال لهم فاذكروني إلا نعمة غد كنت أتذكروا الله عز وجل فكين عندنا هذا الأصل الأول من أصول الانحراف وقضية النظر المادية والإغراق في الجانب المادي بل حتى الناس كنت تقول لك أددي أرى إذا أردنا أن نخاطب الناس يعني كي قصدوا الكفار فعلينا أن نثبت لهم وجود الله عز وجل بالمسائل المادية أنا لست مجبرا على إثبات وجود الله عز وجل للناس بالمسائل المادية أرى لا يجحد وجود الله إلا جاحد لو تأمل العبد صادقا متجردا يعني يحيد الخلفية دياله يخلع عليك أنك بالوادي المقدس يطوح يحيد الخلفية ديالك حيد الإيديولوجيا ديالك وقلس وتأمن فراسك وفدك شيء يضير بك والله لن تصل إلا إلى نتيجة واحدة وحيدة أنه لا إله إلا الله ما يمكنش ما عندهش تخريج أخرى يستحيل توصل لشي حاجة أخرى أكبر دليل ما شي دليل لكن أكبر إشارة في هذا الباب يقول لك ولا واحدة عدنا أولاد نحن ولو تيلحدوا ولو تيكفروا أي من الجاة أخرى بالله عليك ما كتسمعوش يوميا الناس كتدخل الإسلام واخا شكولك يدخل الإسلام كيدخلش ما كريا يبينوا بينكم ده بحنا في جلسة مصارح شكولك تسمع دخل الإسلام رئيس شركة كده وحدة كانت في الفساد المبين كتقولك لا ودر الإسلام هو كل شي علما أنه دك شي اللي كيتشهوه بنهاد نحن هي مش أقولك وصلت لي يا بكي بنش دك شي اللي كيتشهو بنهاد نحن إيا كانت هي إيا كانت تجفف به الطابلة دي الماكلة ديها لها فاتت أشوك التخيل الشهرة سالاتها الزين ميدالية الذهبية أشوك الفلوس دك شي خيالي وصلت لديك الدرجة لأن الغينة ديالها عبارة عن أرقام شنو 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 نعباد الله يقفوا عندما بقى والناس ده تقلب يا ربي يلقوا غير شي تصويرا الصباط ديالها يده يتبع في المزاد العالمي دك شي كله وصلاته طيب شنو اللي غي يجيبها أنها تدخل الإسلام وتدير الحجاب وتقول لك وتدي لنا هم حاجة عندي لقلص ربي ولدتي عالم من علماء الرياضيات جائزة مومل تقول لك لا لا شي كله عندهم تخربقة الإسلام ورقم واحد هذا يجب أن يدفعنا لأنه تساءل إذا كان عقالاء الناس يتركون الدنيا كلها ويدخلون في الإسلام فيزدادون بذلك الإسلام تمكينا في الدنيا هذا يجب أن يدفعنا للتساؤل إحنا فين من هذه الإحداث يدل هذا شي كله فهذا أصول من أصول هذا الانحرف كي نل المسألة الثانية وهو قضية اتباع الهوى مما يدفع الإنسان إلى محاولة التبرير لوضعية المعصية التي هو مقيم عليها بمعنى أنه الإنسان ملكت جبليه أنه هذه المسألة رمخ الدمج شرعا وهذا الخط الذي يجب أن تذهب يمكن أن يطلب منك مجهود كثيرا يمكن أن يكون لديه الكثيرا لكن هذا هو الخط سيد ربي ستربح بها رأسك ستربح بها المحيط الذي يضير بك من الناس الذي أنت مسؤول عليهم ستربح بها الآخرة والدنيا الذي يجب أن تذهب بخير وعلى خير حتى لما ربحته في الدنيا وإنه ستربح أن الناس يقولون أن هذا السيد لديه مبدأ وما عمره ما خرق المبدأ على الأقل فشكت دير كانت تقول عندك وحدة في الجوج إما القلب يقول سمعنا وأطعنا إما القلب يقول سمعنا وعصينا فالقلب إلا قال سمعنا وعصينا اللسان لا يريد أن يعبر على سمعنا وعصينا أن المجاهرة بالجحود لا يريد أن يقبل على رأسه ما يحاول أن يدخل في المنطق التبريري يحاول أن يقول أكثر من الدرجة الشعبية يبدأ يضرب على رأسه يعني أن يكون لديك الضربة هذه الشوكة لكي أن تكون أحد ما يدخل لك لأدجاج لأكلاب يأكل ولك الشي لك الخيمة أنت العروبيات ضارك ولا الخيمة الخيمة أنت تضرب علىها بالضرق لكي تبقى لديك الكاميرا ترجم و أجون ترجم و ترجم ومن أنه ترجم يعني ترجم ترجم واحد خمسين ننم متى داب ومشى كل شي في المزاهمة متى الضرب قال لك ضربات و الدبابة العجب الكحلي أو كنسموها وقتها المهم ما علينا خلينا من الدباب اللهم صلي وسلم عليك سيدة رسول الله فالشدين باش ما تبانش بلين ترى من رفعتي الشعار سمعنا وعصينا تبدأو في محاولة إيجاد تبريرات اللي ما أنت فيه فكبدأ تقول وهذا شيء باقي بعيد أو لهذا شيء ما أخدامش أو لا تنجوج وندير ها فالدراريك تقول لك داوت كأولك ودرارة دبابة ما تشين رفعنا باقي شباب والفيتان وباقي نجوج إن شاء الله ونشد الخط أي نجوج إن شاء الله ونشد الخط وهدو أخرين قبل من نجوها شنو لأنه ندير الواساخ ومن يبغي نجوج نقلب على ابنة الناس لا أبو الله العظيم نرتكب جرائم في حق الإنسانية رمش يتفليه لأن هذو كل انت تدرتيبهم الواساخ تخيل معي الحالة النفسية لغا تركب هذه السيدة لأنها تعتاب الراسها بل انت تدرتيبها الواساخ باش تتقلب على ما يصطلح عليه ببنت الناس الله لم يبنت الناس سعلم عدل فالواسا المهم لا را را هددين لا وقسموا لكم بالله اردوا البال را را ربك عز وجل را حكم عدل را حكم عدل را تقتارض هنت من هناك تخلصها من لي وتقدر تخلصها بالفوائد سر الله العافية خليه سيدين من جلق سيدين كرمك الله عز وجل وجاب لك الله هاديك سيدان اللي عفيفا ومن الناس وكل شيء آخر لكن هادوك أنا لا أبرر فعلهن لكن هادوك الحالة النفسية اللي بقيت عندهم هذا را على الأقل على الأقل وواحد ثلاثة أربعة هادي نقوله إلا كنتين تتضنجوان واحد ثلاثة أربعة را خليتيهم بإشكال نفسي وهذاك الإشكال النفسي اللي عندهم را بغينا نبنيه به أسرة من بعد فتخي يجي واحد سيد وغي يضق الباب وغادي تزوجه هذا السيد ولكن غيمشي وخلينا وخلينا واحد السيكاتريس خلينا وحد الآثر ديال وحد الجرح استحيلون يندمين وبيه غادي ربي ولدات بمعنى أن عقد نفسية نمررها لهذا الأجيال اللي يجاي طالع ولا تسأل عن طريقة ديال تفكير ديال ذو كل داتك غادي طالعو غادي تسحب ديال غادي انتب الزنقاء وديزا واحد لمنت والاحتلاء مثلا شي كلمة تحرشتي بها وزدي أردازته كاك لا مدازته كاك تقول جيت الواحد نفسي ديالواحد شخص وكمشته عليه وصيفته طبعا هي ما يمكنش واحد لمن تدخل دارهم وتقول لباها والأخوها والأمها تقول للي هارا اليوم رأي بسلوع لي جنوب وثلاثة مثلا ديالناس لما ندخلش معك ذاك المنطقة ديالخصان شوية الفقه الاعتبار لما ندخلش معك ذاك المنطقة تقول يا ولا راه هي اللي لابسها ولا راه مسأل لما نقشر هذه المسألة لنصلط الضوء على ذاك ما تقول انتا مليك نحلل واحد الظاهرة كنصلط على هي الضوء منبعد مليك نشوف التداعيات ديالها ذاك موضوع اخر انا كندوع هذه النقطة بالضبط فمليك تقول لي انتا هذه المسألة مهم ما نطول وشف النقطة انتا مليك تقول هذه القضية يقول لك وتن من بعد دب معك نتفقاس وباقي مشومر الى اخليه خلي نكمل حشيش من ما نخدم كذا الامور سننبقاش عندي مشاكين سنحبس مثلا نحبس الجوانات ونحبس الشراب الشيء يدير هذا يدير المسائل لأصله في الانحراف هو المنطق التبريري علاج لأن لازال الهوى متمكنا من القلب والعبادة ليست صرفا لله عز وجل وهذا هو اللي قال في الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هو باغي كحلها يقلب لا على الطريق والوقت والضرورة والقيت كيفاش والقاش أسكن مع الوالدين سمش ناخذ برطمة بالريبة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فين كوفين يوم القيامة باقين صغار ومسميته وكذا وسيدة ربي إذا بيرحمنا ويغفر لنا راه بنادم باغيك حلاء يروك يقلب لا على الطريق هذا المنطق التبريري والمنطق التبريري شنين نتيجة الحتمية دياله هو الإعراض عن الحق ملكت كل أمور من ضابطة في المجتمع كامل المنطق التبريري كيخليك تطح غير في المعاصي ديالشهوات أما في المجتمع ده اللي اللي نعيشين فيه اللي منفاتح شي على شي أراه مبقاش غير كيفتح لك لببعد الشهوات أراه والتي كتلقى ناس لكي يزينوا لك هذيك الشهوات اللي انت بغيت يطح فيها فكي يقول لي عندك الإعراض عن الحق وتجد أشخاص يسوّغون لك هذا لأنه غيقول لك هذيك السنة اللي يحتج لك بها ذاك بلح ذاك نار هذيك السنة أصلا غير ظنية الدلالة ورمجات وفيها الصحي والضعيف والبخارجة ذاك مئتين عام من بعد الوفد النبي عليه الصلاة والسلام والفوقها أراه غير جمعوهم السلاطين وقالهم حطونا ترسانة فقهية باش نتحكموا في الناس والغرض منها كان سياسي وشي بخوش وشي هذراء وشي تخربيق إلى آخره الحمد لله هذي كلها أمور قديمة حديثة يعني مشي غير طبخوها العلماء العلماء والنوصافي طلع لهم ذاك شتيف الرسم كترس ما ردوا عليه لكن كيطيحوا في الشبمة يقرأوا ذاك شي لأخصوية تقرأ كيقولك البخاري تزادتها جاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مئتين عام إذا ذاك شكور اللي داره رأى فغير من دماغه واخه سؤال ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري الأمة طاحت في غيبوبة بحل أهل كاف وكل شي لبد والصحابة كلهم ماتوا وماتوا قبل ما يجيوا التابعين يعني ذاك التابعين ما عرش كل يولدهم ومن بعد جاء البخاري الدرامي يكين ميدان أرى ذاك الصحيح نكتبوه لا عادي لا عادي أرى من كثرة ما يستغبون القوم بالدرجة كي مشوا بالمنطقة يقول اكذب 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 حتى يصدقك الناس قلت كذبت 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 يقولوا الناس روقيا بالصح لا هذك الصحابة مخدولوا من عنبي عليه صلاة وسلام والتابعين الجي اللي جور الصحابة ما خدولوا من عن الصحابة وتابعي التابعين ما خدولوا من عن التابعين الأمة كانت ميتة تجي البخاري واخر ملك يقول لك سيد البخاري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر شنين يا هذي أراك يقول لك الطبقة دي المالك دي التابعي التابعين أروع للطبقة دي التابعين أروع للصحابي اللي اخذع لنبي عليه صلاة وسلام فبأي منطقة جنتة تقول لي يا رجل بخارين بعد مئتين عام رأنت اللي جيت من بعد آلف وربعمية عام وبغيت الضحك على عبالله حيث لقيت الجهل قد عم وطم فتأتينا أنت بمثل هذه التي لا ترقى إلى مستوى الشبهات لكن الله لمستعى لكن إشنه كيلقى رأما كيلقاش ناس ما فهماش وكيجيش رحلها كيلقى ناس عندها أصل انحراف موجود وكتقلب على ذلك اللي كيبرر لها رأي عبالله واحد لقيته باغت دخول في هذا الشي دي للريبة لكن باقي الباراجات كبار عندنا احنا في المغرب فاجدوتي يقول لك ذاك يقول لك رأي واحد العاليم في البلاسة الفلان فلانية قال لينا باللي حقا رأي سمعته قال في واحد القناة وده بخلى هذا الكوكب كله لكيقول لي الريبة حرام وقال لك رأي واحد العاليم في واحد القناة ذاك قناة كتلقى عنده شي ربعمية وخمسين أبوني واحد في ذاك القناة كيقول لك اودي الله رأي الفوائد البنكية رأي ليست بريبة وهذا منين؟ هذا خارج لابس ذاك اللبسة التي تدل على أنه ينتمي إلى مؤسسة شرعية قوية في بلاد معينة هذه المؤسسة الشرعية بقي الآن الكتب التي تجمع الفتاوى التي صدرت عن تلك المؤسسة كلها تحرمون فوائد البنكية على اعتبار الفوائد البنكية ريبة يعني حتى لو أنت بغيت تعطي الرأسك الشرعية لك تنتمي ذاك المؤسسة وسيدي المؤلفات ذاك المؤسسة اللي يجمع فيها الفتاوى ذاك التاريخ ذاك المؤسسة من أردوكي بانوا البنوك من الخمسينيات إلى ومين كيقول الخمسينيات بانوا البنوك في الدول الإسلامية ما شيف من الخمسينيات الآن الفتاوى تحرم الفوائد البنكية لكن صاحبنا مشاهي هذيك البرط ما بغي ياخدها بالربا وبغي ياخد إيكيب بغي ياخد معها تلاجة والكوزينة أمريكان كاستريا وياخد معها هادي وهادي وهادي لكن تملك تجد قولي الربا حرام هو ما مستعد شرفع الشعار ذي لسمعنا وأطعنا هو قلبك يقول سمعنا وعصينا لكن ما يقدرش يقول هالكفاس فكيحاول تخبوره شي حاجة بل يريد الإنسان ليفجور أمامه نعرج يمكننا بل الإنسان على نفسه بصير الله يفتح لك ولو ألقى مع عذيرها ولو ألقى مع عذيرها وخجع الإنسان يلقى الأعذار هو يعلمه من نفسه كيقوله سوء العرص كنترق عارف الجواب هذا ما شيء آخر أصلا من أصول الانحراف لكن نذكره في هذه الجلسة هذه كآخر أصلي من أصول الانحراف لأن هذا عارض جديد على الشباب دينا خصوصا الشباب اللي جاء ربما أنتم ما دركتوش بعض الإحباطات اللي عشناها إحنا والتي عاشها الجيل الذي قبلنا مثلا الجيل اللي ذكر اللي درك النكبة دي 1948 ثم ما أدركتم هذا والجيل اللي جاء من وراه وأدرك نكسة 1967 أنا بعد الجيل دي لم يدرك هذا أنا بعد أتينا مباشرة بعدها لكن إحنا الجيل الذي أدرك النكبة دي العراق في 1990 وأدركنا النكبة دي 2003 مارس أبريل 2003 وقبل من ناحية السبتمبر الدخول على أفغانستان والدخول على العراق في مارس أبريل 2003 والنكبات التي توالت أنتم الجيل الذي يعني فاتح عينيه في صغره على انتكاسة ما استطلح عليه بالربيع العربي ثم حليتوا عينيكم شوية كتباقين صغار إحنا طبعا ولدنا قبلكم إيش ما أقولش كبر منكم ثم إن شاء الله تعالى نعدكم لكي تكونوا أكبر منا إحنا تولدنا قبل منكم وخلاص اللي كين هو أنه من الجرى بها العربي أمل فيه الناس من كثرة الإحباطات اللي عاشوها وكثرة الضغوطات التي عاشها الناس في العالم العربي الإسلامي تحت وطأت أنظمة يعني أقل ما يقال فيها أنها لم تفعل شيئا لشباب المسلمين أقل ما يقال فيها فالإشكال اللي طرح أنه كانت تحديات وناس يا الله خارجين من استعمار وكل واحد يقلب كيفاش يلقى الوجهة والأمة الإسلامية مبقاش عندها وحد المركز اللي قدروا نقولوا أن الخلافة الإسلامية اللي كتجمع المسلمين كلهم كين هنا ألف وتسعمائة وواحد وعشرين جاء مصطفاة تورك وقع الانقلاب على الخلافة الإسلامية في إسطنبول ألف وتسعمائة وعشرين تبدل الدستور ولد تركيا علمانية مبقات شي حاجة اسمية دولة العثمانيين ومن بعد بداية القرن العشرين جاء النظام دي النظام السعودي دي الأل سعود وهو اللي مكين له في الجزيرة العربية ثم وضعت لها الحدود فالناس من لغيها الزعين ومن في تركيا وغير القول للخلافة الإسلامية طاحت مباشرة تهفوا القلوب إلى مهبط الوحي من اللي كيرجعوا المهبط الوحي كي يقول لي وتهل قوتها ولا دولة قطرية لها دستور ولها حدود ولها كذا ولا بغيت يتمشي خصك تأشيرة هذا الشيء والناس تحتوط أطل الاستعمار أما من لفق الناس من الاستعمار رأى ممكنش تخيلوا تالفا اللي كان ضرب الدول راه دولة كذ قول لك ودينا نغمشي في النظام الاشتراكي لأنها كانت موالية الاتحاد السوفيتي ودولة كان قولوا نغمشي النظام الرأسمالي ودولة مقسمة وسط منها الجوج وسط منها الجامعة نتمكنين منها شيوعيين الحكومات وذلك شي شادين الناس اللي عندهم توجه رأسمالي الإسلاميين وقع لهم واحد تراجع لأن رابطة العلماء في الإسلام ما بقعتش عندها هذه القوة اللي كانت عندها من قبل وترونت والناس ولو تلفين في حي صبيص كل دولة كتقلب لأعلى مشروع والناس كيقلبوا على كيف شعات قريوسهم كين إشكالات ديال مبعد الاستعمار لأن من يخرج المستعمار يستحيل خليها لك أنت وتطور ولداتك وتصوب انتها لا لا لكن تكن دوي مع الطالبة بعض المرات وتنسو لهم يعني في القسم تنسو لهم كانوا لهم فين كينين الآبار ديال البيترول الفرنسا كونه بوش في الشامل كونك كونك ‫لماذا عندم لهم أتنسو لهم تنسو لهم كونك اخوة ياسكالات كونه قند لم تعد ذky يقول لك زيارة يقول لك تشاذق النيزر كتبط كتقدّ يقول لك الزيارة يقول لك شنية فرنسي داخل يتقدّف سوبر مارشي فرنسيس عندما كانوا يدعون باسلين شوية يقول لك شنية فرنسي داخل يتقدّف سوبر مارشي يقول لك الرئيس الفرنسي من زيارة الإفريقية هذا يتقدّم يتقدّم لكي يرانيهم ودخلوا في تفاصيل لكي يتقدّف تبرزطوا بها راسكو مكينة ونبرزطوا لأخور في المونتاج تابّو مكينة فكتقل لي المناجم ديال ذهب لفرنسي مثلا خدّم بها كيقول لك رأي من عندها طيب وفلّ خرد فينا مدى كل ود فرنسي شعندها قاعدة كيقول لك عدّحنا عند المستعمرات القديمة فكتفم أن المستعمر من اللي خرج رأي استحيل أنه يخرج وطلق لك كل شي خرج وخلا مسائل دياله هو تمّه باش يعود يقدر يخدم بهذه الساعة بلا ما يصرف لا على الجيش لا على المقيمين لا مشاكين لا سلاح لا تشي حاجة بل سلاح قد يقول لي وعلادي الحساب السلاح مقاش يصيبوا لا باقي كي يصيبوا وغيبيعوا لك انتا لأن ديماً تقع عندك رواقي لا تقدر تكون شي حاجة علي من علي صار وغيبيعوا لك وبيعوا الخوك يبيعوا الخوخوك وديماً غيقول لكم رأى انتا وخوك رأى هدك مهدّ ذك رأى هدك كده وهدك كده وهدك والله يجيب لي فهم فهذه المسألة هده فنعليش ذكرناها ذكرناها على أن من لي بان الربيع العربي وبانت دكشرة طرف تونس وتبعات تونس تبعاتها شوية ليبيا وكانت القادية في ليبيا قاصحة وتبعاتها ميصر مع الأعيون سبحة دين ميصر دائماً كيكون عندها واحد ضوء الريادي على الأقل في الأمة العربية بلا من تكلم عن الأمة الإسلامية فكانوا العينين على مصر من اللي بان ذك القادية أنه تحيّد الرئيس العسكري اللي كان باش ما نقول شو تحيّد النظام لأن النظام في مصر العسكري عمره ما تحيّد تحيّد الرئيس العسكري وجاء الرئيس اللي كان تابع الجماعة دي الإخوان المسلمين دكتور مرسي الله يرحمه وصار الناس يؤمّلون في تونس شو العملية كيف اجداز ربما بأقل خسائب قدروا نقولوا على الأقل في الفترة الأولى وجاء الحزب دين النهضة اللي كان عنده خلفية إسلامية وعباد الله فرحات ونشطات وصار الناس يؤمّلون من بعد من اللي بلّهم ذاك شي اللي وقع القدافي معاقع الغبش الإعلامي اللي ضار على ذاك القادية دي القدافي والتوقيت ديالها وكيفش أنا فرنسا دخلت في ذاك الفيلم علمنا القدافي واللي كان موّل حمل انتخابي ديالنيكولاس ساركوزي من قبل كيفاش واحد كان ديالنا من بعد عودتني قلبنا عليه وجهنا والقضية اللي كان قال له من القدافي بأننا ناخدو المدخارات ديال الدهب اللي كان عندنا في الدول العربية الإسلامية ونصوبوا عملة ديالنا موحدة واشهد جات في ذاك التوقيت واشهدك شي مقصود صدفة العلم عند الله كل الخبايي ديال السياسة ما كنفهمش لها على الوجه الذي ينبغي فوقع هاد المسائل هدي فمن ليش الربيع العربي أمّل فيه الناس أكثر من اللازم فالناس بدو تيتخيلوا أنه راه من لي غيجي هذا الرئيس جديد كما بغي تكون النوعول الخلفية فأي بلاد راهوا اللي سيخرج لهم أنهار من لبن مصفى وأنهار من ماء غير آس وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لما يتغير طعمه كيف يتخيلوا الناس غيطرة اللي وقع نوع يعني سواء تافقوا لما تافقوش مع مسألة الربيع العربي، لقد قلت لك الربيع العربي على اعتبار أنه نخديت التسمية الإعلامية التي تعطته ومن بعد وقع ما يمكن أن نسميه انقلابا على هذا الربيع العربي فحالة الإحباط اللي ولت عن الشباب نقدر نقول لك كانت حالة إحباط مضاعفة مقارنة مع الحالة اللي كانوا يعيشها من قبل للهزيمة النفسية هذا حالة الإحباط فتحت الباب أمام كل من هب ودب لكي يمرر شبهاته للشباب بل ولو الناس كي يقول لك ومن اللي انتو مابعك تقولوا لا إلي الله محمد رسول الله وفين إلي الله محمد رسول الله والقديد عندكم قاعد تربجاته بحلز عمارة سيدنا عمارة الخطاب واللي وقف دربيع العربي وسيد ربي يخذله وبلا حيتيات بلا تفاصيل بلا تشي حاجة تيجيوا تيضربوا في هذه المسائلات لكن الشباب عنده حالة من اليأس وحالة من الإحباط لا يمكن أن تفسر إلا بمثل هذه الأمور المحبطة وما تنسوش رملكت دخول المواقع التواصل الاجتماعي هذه يومين كانت عندي مدخلة من دراسة الوطنية صنعة نسيج والألبسة وكانش شوية الكلام الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقة الشباب بها وكذا فلا أدري ربما تقدر تحط على الشبكة اليوم والأغداء إن شاء الله وتعالى فلا أحتاج لإعادة تدوير الكلام فيها لكن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بشكل كبير في ترصيخ حالة اليأس والإحباط عند الشباب اليأس والإحباط من أشنو؟ اليأس والإحباط من أن الأمور يمكن أن تتحسن هذا دفع لأن أحد العدد من الشباب بأن نتمرك الله على طلب المهندسين يكون لديكم علاقة بلدفعات التي سبقتكم وكذلك يسمعون أن أحد العدد يقول كنت تقول لك أن يدين هناك زيادة إلى الخارج عدد! أحد أحد أن يدين المعلومات إن شباب يدين المعلومات كان يدين المهم ممكن أن يظهر يمكن أن يدين هناك يؤمن أن يدين أحد يدين أن أدين أحد الأخرين احتى أنه عدد ديال الناس والتي يفكر بالدماغ ديالواحد أخر فمن لك يلقى بل يرى ليأسوا الإحباط هو الحالة العامة تيقول لك وانا شنم باش نكون نستثناء في الحالة العامة صافيت احنا معنا بحل الخوض قلبوا على انهزوا من خفافتها قلبوا على السهم هذا من الأمور التي تجعله يعني يكادوا يكونوا بالنسبة للجيل للكم انتما يكادوا يكونوا أصلا من أصول الانحراف في حين أنكم انتما الأصل فيكم أنه انتما من لم يخش يكون عندكم لا يأس ولا إحباط قد قل يا والوضعي أنت عارفة كيف يجديرا والهراج وغلى الأسعار والمشاكيل كان نقول لك ودي لأنكم انتما ما عشتوش ما شفتوش حالة الذل التي مورست على الشعوب الإسلامية منذ العقود انتما ما عشتوش هالشي أكرمكم الله ما حضرتوش لي فانتما عندكم واحد رصيد قوي جدا من عزة النفس انتما ما عفط عليكم تا واحد انتما رصح بتخسر لهذا رجبه من لكم فوق الخشابة وبالكاميرات وما كيش يقول لهم أح بمعنى أنه عندكم القدرة أنكم تقولوا مجموعة من الأمور وعندكم القدرة أنكم تقدوا مجموعة من الأمور وما كيش يقول لكم أح لكن لو قيناك أن نفكروا بالمورور الثقافي السلبي رغم أن نقوا قلسين عودتاني لارد سببال لاحقال ربما يكون السلوك في الحالة الذي يقول لك في الحالة النفسية كما تقول لك لا أستطيع أن ألغبه يقول لك هذا العمل إلى ما يقدر توحد يديره يقول لك هذا يلزمني إلزاماً أنا نخص النوض نديره لان ما أدار توحد لا أتوقع لأم يديره مرة أمول لك يبغي أزادوا لك أمام هذه النشأ قد تقول لك أخي إلى كل شيء يقدر يديره لماذا يريد أن النوض نديره وله تا واحد يريد أن يديره وأخي رحم باب يقول لماذا أريد أن أريد أن نديه هذه بكل بساطة حالة نفسية متعلقة بالعلاقتك بالعمل كيفشك تشوف فيه ممكن تكون عند المجتمعات القوية ممكن تلقاها عند بعض الأفراد ممكن لكنها ليست قيمة عامة ليست قيمة مجتمعية ولا اجتماعية مشتركة بالناس كتكون عند استثناءات المجتمعات اللي كتوية تعطيها النعاس هذه كتكون عند قيمة مشتركة نبنى دماء بغيش ينوم كي تسنلاخور يدير ما ندخلش نورك في واحد القادية لانها غدا تاخد لي الوقت ربما نخلي وان شاء الله تعالى نقدرنا نتكلم عليها في وقت خورا لعلنا نعرج ربما أعرج معكم على ثلاث وسائل بعجالة لان اللي كنتكلم عن الاصول للانحراف نحتاج انا نطول ناخد فيه شوية الوقت باش نفهمو الأمور كيف يشكتره فينا الداخل من اللي كنا نقول نتكلم عن الوسائل للإصلاح فالحالة هذه ما كتحتاجش بزاف الهضرة كتحتاج بزاف الخدمة فإحنا هيرا نحطوه طرقان ومن بعد ديكسا حيط باش نقول لك خاصك تمشي تتدبر القرآن الكريم أمو خان بقا ندوي معاك بزاف على تدبر القرآن الكريم إلى منطيش أنت ودرت عملية مجهود ذهني وقلبي باش تتدبر القرآن الكريم رب حلمتلا أنا ضقت واحد العسل الليد وبقا ندرت لكم نصنهار وأنا كنهضر لكم عن الحلاوة ذي لديك العسل واش غد تبننوه؟ ما ميمكنش، غدتكون عندك صورة ذهنية على ذاك العسل كيف أجدير لكن لما انطيش ومشيت لديك العسل وضقتيل رب ما تعرفوش شني اللذة دياله فهو هذا لكن المسألة الأولى، الوسيرة الأولى للثبات كان عنا الأصل الأول الذي انحرف الذي يضرنا عليه هو إعادة القرآن الكريم إلى محوريته في حياتنا هدرى ما شي شي حاجة لغ أطلب منك شي حاجة كثيرة والله العظيم ما كتطلب منك بزاق كتطلب منك لا أطلب منك بزاق فهو الصدق أنك تكون صادق في الإقبال ديالك على الله من خلال القرآن الكريم تكون صادقا والله العظيم إلا يفتح الله عز وجل لك ما لا يفتح لغيرك وتشوف دك شي في حياتك تشوفه تشوفه تعيشه علاش لأن القرآن الكريم ابتداءا هو الذي يساعدك على تصحيح المفاهي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فكولي الإنسان بهذا النور يبصر مكامن الخلل في نفسه وقلبه فيصححها ويبصر مواقع قدميه فلا يزل بإذن الله عز وجل القرآن الكريم هو اللي كتعرف معها باللي هادرها قادة وهادرها عوجة وخل الناس كلهم يعواجوا كتعرف باللي انت طريقك كينهنة وخل الناس كلهم يمرسوا لك الضغط كتعرف انت بلي طريقك كينهنة وذيك ساعة عندك يبقاش عندك أدنى مشكلة إزوقهما إكدبوا إلفوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان القرآن الكريم تعطيك هذه المسائد هذه غد تسميها مشتروبات روحية القرآن كيقول لك هذه خمر والمسكر وحرام غد تسميها أنت غد يمشي ونزها وسميتها مجلس دي المعصية الشريف غد تقول لي حقا لا هذه رغية الفوائد بنكية غد يقول لك اسميتها الريبة والريبة حرام فالقرآن تيضبط لك المفاهيم وتيضبط لك المصطلحات غد تقول لي الحرية مثلا دي النقاش كيقول لك على رسولة عينية كيقول لي هود دي بمعنى أنه رأي إلى واحد قال أن الله عز وجل الفرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد جميل له الحق في ذلك واحد اللي قال لنا أن الله ثالث ثلاثة وأن له ولد فتى هو جميل ولا إشكال في ذلك كيقول لي لا شريب ما كيش لا إشكال في ذلك خصنا غير نفرقه ما بين إقصاء المخالف وما بين تدبير العلاقة مع المخالف اللي كانت تكلم عنه هو تدبير العلاقة مع المخالف هذا لا يعني أنني أقر المخالف على مخالفته تفهمنا خصنا غير ندبر الخلاف ألم ينقل لنا القرآن الكريم كلام الكفار وقالوا اتخذ الله ولده قالها سيد ربي لكن هل هذا يعني أننا نقبل هذه المثالة لا نقبلها السماوات والأرض ما غير يقبلها وقالوا اتخذ الرحمن ولده جبال سيد ربي لقد جئتم شيئا إدى شيئا عظيما يكاد السماوات يكاد السماوات يتفطرن لا مش هاد يعود سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إدى يكاد السماوات يتفطرن وتنشق منه يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى لاش أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات ونرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قالوا اتخذ الرحمن ولده أه قالوها ومع ذلك سيد ربيك يقولك أود الله هذه المثالة غير مقبولة لكن في نفس الوقت هذا لا ينمنعنا من أن ندعوهم إلى الخير قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فالمسايد يقول أننا نتحاولون نتناقشون ما كنش إشكال لكن أن تلزمني بقابول مصيبة الآخر لا ثم تصحيح المفاهيم على ما تصحيح المفاهيم ترتيب الأولويات هذا يضبطه لك القرآن من اللي كتسمع الزنا هذه موبقة هذه فاحشة من اللي كتسمع شرب الخمر هذه من الكبائر من اللي كتسمع السحر أكبر الكبائر لكن قضية شرك التوحيد هذه تأتي على هرم الأمور علما أن قال لك يكاد السماوات يتنفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهذا أن دعوا رغم غير كلمة كلمة كنت رغم ما مارسوش الزنا ما شربوش الخمر ما سرقوش ما قتلوش كلمة وصعب يتنتج حلبي وأكله الناس كله عادي أن دفهم ويقول لي بغا لا مش يقول لي بغا شريب هذا كفر بالله هذا شرك هذا الله عز وجل قد يغفر كل شيء إلا الشرك إلى ما تمولاه عليه والله لا يغفره الله أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه يعني ما كان عنيش أن ابنيهاني غير سير عراك الموبقات الكبائر ابنيهاني غير الشرك لا لا أدره كبائر وتغرقه وتغمس صاحبها في النار عياذا بالله إذا لم يتوب منها لكن كنقول لك لا هرم الأولويات شوف كيفش القرآن يضبط لك هذه الأمور ثم القرآن الكريم يصنع الإنسان المسلم القوي الذي لا تزعزعه مصائل أشغل سندنب بي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولجنَ لوقفوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرُونَ مَقَلَشْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُصَلِّينَ علم أنه قال استعينوا بالصبر والصلاة لكن قال لكن الله مع الصَّابِرِينَ علىش لأن الابتلاءات لك جي تحتاج إلى قلب صابر جاب مراهة قال لك وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلَ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جَيَّ جَيَّ غَدْتَ بَتَلَى غَدْتَ بَتَلَى حَبِيبي لكن خصك أنت تكون مجد القلب لله عز وجل يلهمه الصوار وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ هذيك الأولاء إن الله مع الصابرين يقولك وبشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ لكن باش تخرج لك هذه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ خاص القلب يكون مشامع القرآن الكريم باش باللي تجير مصيبة تتلقى القلب وجد إذا القلب القرآن الكريم هذا يعد الإنسان المسلم القوي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام الوسيلة الثانية وهو ربما ما غفلنا عن تذكير الناس به وغفل الناس عنه لك قلت غفلنا عن تذكير الناس به حتى لا ننساه نحن أيضا وغفلنا عنه جميعا ما عاد يذكر بعضنا بعضا بأهميته وهو المحافظة على العبادات العبادة هذا مفهوم شامل أنا كانت تكلم عن العبادات يعني عبادات الجوارح صلاة والمركزية ديالها في نهارنا وفي ليلتنا وهل نقبل على الصلاة على وجه الذي ينبغي واش صلاة ديالنا صلاة يعني قال لك سيدا ربي أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن اللي هدرنا عليه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال لك إن الصلاة ذكر جمعون من أهل التفسير قال لك جات محلاتا بالآلف واللم وعن رفا بمعنى مشي أي صلاة إن الصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها هذه الصلاة لك تربط القلب السماء هذه الصلاة التي يحن قلب فاعلها إلى المكان الذي فرضت فيه الصلاة الصلاة الخمسة هذه اللي كنعرفها هذه فرضت من فوق سبع سمات حيث الصلاة كما لا يخفى على شريف علمكم ثم كتقرأوا تبارك الله السيرة النبوية راه الصلاة لك يقرأ السيرة النبوية من بين البعثة من إقرأ احتغت جرحلة الإسراء والمعراج غيك تشف باللي راه في الإسراء والمعراج تفرضات الصلاة لكن قبل منها رغي لاحظ أن النبي عليه الصلاة والمراه كان يصلي بمعنى أن الصلاة فرضت مرتين فرضت مرة في الأرض فكان عليه الصلاة والسلام يصلي قيل يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في الليل وكان قيام الليل واجبا في حق الجميع في البداية من بعد سنة ونيف صار قيام الليل نافلة مستحبة بالنسبة لعموم المسلمين لكنه بقي واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا فكين عنا هذه الصلاة التي فرضت في الأرض لكن الصلاة التي ستمشي عليها الأمة اللي هي كنصليوها احنا ذيك خمس صلوات في اليوم والليلة صبح دور عاصر المغرب عشاء بشكلها ووقتها إلى آخره هذه فرضت من فوق سبع سماوات تدلقى الإنسان دووز خمسين عام في المغرب ولا ربعين عام ولا عشرين عام تزيد وتنقص من بعدك يمشي كيهاجر لشي بلاد أخرى لأكثر تنظيما وأيسر في العلاقات مثلا في المعاملات الإدارية وربما المال فيها ربما ميسر كتر من هنا وقطاع الصحة مقادة للآخرين لكن من اللي كيقرب الصيف ولا كيقرب العيد الكبير ولا كيقرب رمضان على حسب الموسم اللي هوتي تيبا لكي يبندم كيبدأ كيبدي تترععد كيقلب على أوقاتها غتكون طيارة وغتكون زيدة ألف دلما شي مشكلة نقطعه نجيه ولا غنجيب الطموبيل ونجي مع أصحابي في الكار من الذي يجعله يرجع إلى المكان الذي ذهب فارا منه تقول لي الوالدة المهمة المهمة يصيفط ليها بي في الوقات التي تكون القادية ميسر ويصيفط ليها عنده ولا شرجع عنده بغيتي ولا كرهتي الجينات ديولك هذه مثلا شي علمية لديهم بالصيغات المبالغة يخرجي قمقوة يقول لك عود تاني الجينات المسلمة وذيك هذا دردي الوال واش رادي الدير تقول لي تخسك دقلس ودير السيلو حمر في دماغك لأن واحد المجموعة دين المخلوقات لا ترقالي تفهم ما تقوله واش هدي الدير صبر وصاب هو اللغة الانبرزطة داك في المونتاج دا وتقول ليش كلمات تقول ليها دي حي تقول ليش كلمات تقول ليها دي قطعة هو ممساليش الله يزي بخير فالإيقين هو أن الأصل ديالك انت بغيتي ولا كرهتي أو انت الشخصية ديالك بغيتي ولا كرهتي رأت حن إلى الأصل الذي نشأت فيه القلب الذي يصلي صلاة صحيحة والله لا يحن إلا لمكان فرض الصلاة أي إلى ما فوق سبع سموات بجوار رب العزة والجلال حيث فينت فرضات الصلاة من اللي كان نبي عليه الصلاة والسلام اش قال عليه الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى راه أعلى ماراتب القرب حسا ومعنى كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت فرضات عليه الصلاة بمعنى من اللي كان تصلي الصلاة التي ينبغي راه قلبك ترجع إلى أصل الصلاة ألم يقل ربنا عز وجل كلا لا تطعه وسجد واقتاري بازا واقتاري برجع إلى أصلك إلى قاب قوسين أو أدنى وديك سعى أعطيه حطي شنو عندك الملفات عن سيد ربي هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أنك يقول لك من هذا موات سيد ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع ذلك نجد الناس يصلون ويقعون في الفحشاء والمنكر هذا يكذب وهذا يغتاب وهذا يشفر وهذا يدير وهذا يأكلك في البيع الشراء وهذا يغش وهذا يخرج كي يصليه ودير معه ورسله كده يقول لي يشتكون قال سيد ربي إن صلاتكم تنهى عن الفحشاء والمنكر والله إلا كان هناك تناقض في القرآن الكريم لكذب القرآن لا سيد ربي يقول لك إن الصلاة تلك التي عاهدناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعاهد عليها أهل الخير والصلاة الصلاة المرادة في القرآن الكريم ثم أضف إلى الصلاة لهي أم العبادات أضف إليها سائر العبادات حذونا من الأذكار اليومية أذكار الصباح أذكار المساء أذكار دخول الخلاء أعزاكم الله الخروج من الحمام أذكار اللباس رأى الناس تعاني دبا من الوسواس واللي يعاني من قضية السحر واللي يعاني من المشاكين في حين أن من اللي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ هدل آية هذه عندما تريد أن تنام لا يمسك شيطان حتى تصبح وأو الله وخي تجمعوا السحر دي البنية والدين لا يصيرون إليك بإذن الله عز وجل علاش حتم اللي غد قولها ما غد قولاش الاعتبار أنها algorithm في حال دي الانفورماتيك غد تخرج واحد العباد غد تحبس لك لا رأى قلبك اللي تيقولها من اللي تقرأ فأية الكرسي وكاد تقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده أي لا يغلبه ولا يتعبه سبحانه جل في علا ولا يؤده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض هذا لا يغلبه من اللي تقرأها بقلب موق واشكت إلى سيد ربي لا يؤده حفظ السماوات والأرض أي يؤده أن يحفظك أنت في سربك والله يحفظك سبحانه جل في علا لكن ما نقلب سيقرأ هذه الآية كلنا نقرأه عباد الله جمعات و ألفات وقالت لك وديحنا قلبنا في كتب السنة وكذا 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 كل واحد كتب صغير ورسميته ألف سنة في اليوم والليلة قلت قول لي ألف سنة عدتني السادر عدنا لنقلت لك أعود أرى بديت لك بها في الأول لنقلت لك دخول الشام برا وصدع لك وقالت لك أرى هذه السنة قلت لك أرى سنة تطبقهم في اليوم والليلة بلا ما تحس حدك اللي جمعوا لي السنن دياله عليه الصلاة والسلام أرى ما كان السد على راسه في كهف وقالت كي تعبد لو تعطاونا احنا النص ديال المشاغين اللي كانت عنده عليه الصلاة والسلام والله يمندلوا حاجة أنا غا نحييذ لك الجهاد وغا نحييذ لك التعليم ونحييذ لك مكابلات الوحي ونحييذ لك الوفود ونحييذ لك المنافقين أنا حييذ لك كله أنا نعطى غير تسعود ديالعيانات باركة باركة صافي لكن تيراج للفكهة تفهمناه ومع ذلك هدراه كان لا يمنعه عليه الصلاة والسلام أنه تيراضي الخواطر وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود وكان عليه الصلاة والسلام غادي ودير مع الصحابة غير علمهم شي حاجة اللي هي غير يحتاجها وتأتي جارية باقى شوية صغيرة لكن مسكينة عند خلل في عقلها وتأخذه وصل الله وسلم ينكمي ودقول لي منطلقك ويسمع لها عليه الصلاة والسلام ويمشي معها ويوصلها تميتوت يقول لها صافي تقضى الغارة ديالك ودقول لي صافي تقضى الغارة ويمشي ديك ساعة ساعة ويوصلح ولها بإجزد باقل لا أن تقضى الغارة بفضل هذا الأذكار شي لا يود إلى هذا الوقت عنا لهذا وقت تلوة القرآن الكريم الورد التي تحافظ عينه المجالس التي مع أخوتك المجالس التي مع أخوتك هذه الأمور لم تريد أن نفرطها فيها ثم المسألة هي مسألة دخلة في هذه الأذكار وكذلك لأنها دخل من باب المعاونة عن البر والتقوى الصحبة الصالحة والله يجازيكم بإخير والله العظيم لها من الأثار ما الله به علي تمشي بشرط أنك تكون صاحب معها 301 وخط القام بكتوبة ربعة و تسعمية و خمسين و واحد لا ليس ضامي ذكرها ماشية أصدقاء عندك معارف في الفيسبوك وذكرها خواريزمية تطلعون دير واحد نار وقول لهم محتاج واحد خمسة ألاف دير الله يجزيكم بخير ديروا درهم الواحد خمسة ألاف واحد عندك فراليس دو كونطاك وقال لهم ديروا درهم الواحد أحسن الأحوال في ذلك المنشور أحسن الأحوال الله يفرج علينا وعليك صحبة الصالحة التي تفتخر أن تقوم بطاعة بينهم صحبة الصالحة التي لا تستحيا تقول له من هذا حرام ولا أقربه صحبة الصالحة التي تشد على يدك إلا شفتك أنت غادي تمشي تخرج الطريق صحبة الصالحة التي تقول لك لا أختي لا أنتي معانا وكتكوني معانا في المجلس وكذا وهذاك القادية اللي كتبير فيها ما هيش نحن ما هيبغينا المرسوع لك الويصاية ولا غنصدوا عليك ولا غنخنقوك ولكن انتي خدنا وإحنا مجموعين دائما كنا قراروا القرآن هاد العلاقة اللي انتي ما غدخل فيها رأي ما خدامش ما خدامش وهكذا الخوتات ينصحقون وهكذا الخوت ينصحقون ونمشو بشوية 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 وحاجة اللي نوصيكم عليها الشباب اللي يالله غي بدأ يتحرك ذبه في سلك الالتزام وإن كان هاد المبدأ هاد ما فيش لقدام مجداد الفيتان كتضرب كل شي طي تبتنا وياكم لكن من اللي كي بغي يبدأ الشاب يلتزم بعد مرة تشتيدي ينقاطع عن بعض العبادات اللي هي مهمة جدا وهي العبادات الاجتماعية أو العبادات ذات البعد الاجتماعي اشكي وليك ولي فاريسا الوسواس هاد مهمة جدا شابة رضو لها البعد وفطننا لها من بعد ذاكي ولينا كان ندون وصوع الولادات والبنات مليت بدأ تدخل في مسلك الاستقامة بغيتي ولا كرهتي عليك أن تختار طريقا ميمكنش ترى هذه الخواطر كاملة ميمكنش تبقى كتجمع مع الحشيشي مع صحاب الديسكوتيك ومع صحاب زهو مع صحاب الخروج وفي نفس الوقت تجمع مع صحاب الذكر ومع صحاب القرآن لا يمكنش ميمكنش جمع مع هدو كاملي ضروري غسك تفصل طريقا اللي انت غادي فيه غايفرض علك انه غسك تفصل غسك تعزل فمن غادي غادي تلقى واحد نوعية دي الناس اللي هم أتقياء وأنقياء فيهم الدفوات ديالهم كيف كيف كنت الدفوات ديالك غنحاول ومشو مبعضياتنا لكن ما تغفلوش على نوع أخر من العبادات كين عندك العبادات ذات لبعد الاجتماعي على رأسها صلة الرحم أرى مليك تمشي عند خالتك وتمشي عند عمتك وتقلس معهم وتقشب وتضحك وتشرب دا كويز ديالتاي انت بالنسبة لك رمشيتي هيدو ووزتي العشية وجيتي لا شريف انت رى النفسية ديالك تخدمات وخصوصا مليك تكون ناويها رحم صلة رحم تريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة راه النفسية ديالك والقلب ديالك تتخدم تتخرج بنفسية أرقى وأكثر صلابة وقدرة على تحمل الإشكالات اللي كتبقى عطى غير القرآن صلة جامع الدار البريباراسيون كين قولوا هاتش يرى شي طيب لكن بوحده مخدمش كين قولوا بالدارجة الشعبية تتخلوة كنت بحل ذك المش اللي ملف الدار لكن واحد نار خرج للزنقة من هذا ضربوا لهذا بوطول هذا دار ليه كذا لهذا دار ليه كذا كين قولوا واحد جاي بغي يعطيه فرماجي قدر يقمش وفيده كتتخلوة كتتخلوة ما كتبقاش عارف العلاقات الاجتماعية ما كيبقاش عندك لهادك الحس ديالتعامل فالحالة انترك ما شي قوي حتسديتي على رأسك والتي تأضعف من هذه كون الريح اللي جايها ربك وهذا هم اللي أغلب الحالات للوسواس أنا مش متخصص أريد أن أقول لكم الناس اللي كي يصوروني كنحاول نحيلهم على بعض الناس اللي هم في اليوتيوب ولا شي حاجة كالدكتور طارق الحبيب عنده سلسلة حلقات أخونا الأستاذ المهدي الشاوي جزاء الله خيرا عنده واحد سلسلة هاديوا ربي الناس في علاج للوسواس كين الدكتور هايثم طلعت عنده تقرم تسجيل لجوش على قضية لوسواس القهري يعني على الأقل لك تعطيه خط اللي ممكن يتبعو باشي يحاولي يعتق أنا مش متخصص لكن كنسمع بزاف ديال الإشكالات وأغلب هاي الشباب هادو الشباب اللي بدأك يتحرك شوية في سلك الاستقامة لمن جيهت لولاد لمن جيهت لبنات إذا العبادات اللي عنده بوعد اجتماعي قلت لك على رأسها سلاط الرحم وإذا رأي عندكم تبارك الله هنا النوادي مثلا في المدراسة الحسنية عندكم النوادي واللي ماشي مدراسة الحسنية ربما يصلوا هذا التشجيل هذا كأن الجمعيات الخيرية سيروا تحركوا مع هذوق الجمعيات غادي تشوفوا أيتام وغادي تشوفوا ناس مرضى وغادي وألذ ما يحس به الإنسان ماشي الحاجة اللي كي ياخدها هو الحاجة من اللي كي يعطيها وكتشوف الفرحة في عين الناس هذي رأى ماشي يمشينا ودوزنا وحد العشية وتأثرنا وجينا عبتني رأى النفسية ديالك تخدمات رأى القلب تحطو فيه شيء أمور ودار لي شيء دروع واكتسب شيء من الصلابة والقوة وسار في سيره نحو الله سبحانه وتعالى آخر حاجة بها أختي من شاء الله سيادنا إلى أول حاجة نزلت من القرآن الكريم يا إقرأ رأى لا بد أن نرفع من همتنا في طلب العلم ما كان قصدش غير طلب العلم الشرعي العلم اللي انتم ما فيه لا بد أن يخذ بقوة الزمن اللي احنا فيه داما ما عاد يرحم الضعفة تدوز عليك المكينة طهنك على جميع الأصعيدة فخصيكون عندنا برنامج للقراءة قراءة ما كنت تقراش عشوائي ما شيعجبني هذا الكتاب مشيت ليه لك شاستي ضرب بمني قال لك اقرأ ما خلاش اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني القراءة لابد أن تكون بمنهجية مشيق على قراءة نافعة لكن قراءة لمفسدة أنا باقي ما عارفش باقي ما قريش من الفتحة الناس ولا ما نقول وقع عارفتها حاجة عدد دي الناس باقي ما قريش من الفتحة الناس هذا هذا اشدها خطة واحد إذن ختمة ختمة الصح من الفتحة الناس عدد الناس الله ما ديرها فهد لي ما ديرش هد الختمة هده كيقول لك لا را كين واحد الكتاب تيتكلم على واحد المسألة أشري را غا تمشي تتخشاف هدك الكتاب را ما تضمنش راسك واش ترجع ولا ما ترجعش لا را واحد سيد تيقول شي كلام كده والله عادي مش حلم واحد كنقول لي هده شحلم من صورة قارية في القرآن قلت لي ما حافظ ما مدودش على الحفاظ شحلم من صورة قارية في القرآن يقول لي مرة مرة تنقرأ يقول لي مرة مرة تنقرأ وجاي بغيت نقش معايا ناف واحد الكلام سمعته من عنده واحد دماغه صيط فيه البرد وشنو اللي يعجبك فيه حيث لابس زوين وكي هدر زوين راس يدر بقلك شياطين الإنسي والجن يوحي بعضهم وإلى بعض زخروف القول غرورة را يعرف زو قوالك قرأ بعد تتعلم حاجة كنت اللون وقف على واحد الأرضية صلبة من العقيدة من القرآن الكريم من الأمور المتعلقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام تبت شغلك وذلك الساعة سير في الخط ذلك الساعة ما كان شي إشكال اللي بغيت تتقرأها ذلك الساعة تكون عندك أنت المناعة اللي بغيت تتقرأها تقرأي إن شاء الله وتعالى لكن باش ندير هاد شي خصني من هاجية للقرأة ربما من بعد التواصل مع الشباب إن شاء الله وتعالى ذلك النادي إلا كانوا مثلا بعض القنوات إما في تليجرام وإلا في غالباً يكونوا قنوات يكونوا في تليجرام وأتصار معني شفكرة على المجموعة التي فيها تكون قنوات في تليجرام كتكون عندهم منهجية مثلاً في القراءة تتوضعوا مثلاً هذا الباب هذا مثلاً كين هاد الكتب ممكن تقرأ فيه كين تبدأ بهذا وتدوزل هذا وتدوزل هذا فكين مجموعات في هذا الباب هذا ممكن الناس مثلاً ينخارطوا فيها وذلك ساعة يبقى يقرأ بشوية بشوية إلا عنده الحد الأدنى يمشي فيه إلا كان متوسط في القراءة يمشي هنا إلا كان أصلاً هو تقرأ مزيان يمشي لهذا الإقاعة هذا لكن أن يقرأ يقرأ شي حاجة اللي غدا تنفعه كي قلت لكم ويقرأ يحاول أنه يخرج من ذلك القوقعات تخصص إلا أنت مثلاً في سبيل القراءة كلما كين شغل في سبيل كين حويجات خرين يتقرأ الواحد يكون عنده إطلالة على العلوم الشرعية دير لها ويدر لها وحد الحد أدنى الشي اللي يدر تغير واحد ساعة ساعة لما قنفنها ساعة بالنسبة اللي بغي ينضبط واحد ساعة لما قنفنها ومع هذيك المجموعة لذيك الصحبة الصالحة اللي قلنا وتمشيوا مع هذيك الساعة دي المقانة وتمشيوا بمنهجية كل مرة تضربوا حاجات تقرأوا حاجات تمشيوا بشوية 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 وبلاش من داك النزق حيث من اللي غتبدأ مثلاً في البرنامج اللي أول غيبالك حدا واحد لبرنامج زويون هجين دخول فيه تاوى شو غيبالك واحد لبرنامج خورل هي زويون غتدخول فيه تاوى واللي بغاها كلها تخليها كلها هاتش اللي كيوقع علينا كاملين بدون الستنعم تكتب فيه وحل البرنامج كيتدوز لآخر هذي كرة غير النفس كتبغي تهرب هذي طرق دي النفس باش كتبغي تهرب منك وراكم عارفين راب كنا هنا في الحسنين اي دي تخال شي خمس سنين دابلين كنا هنا في الحسنين فتعطينا ذاك المثال دي النهار كي يكون عندك الامتحان نهار اثنين وكتبغي تهرب كل شيء يحلالك إلا البرباراتون كتبغي تدفتار دي دي البتداية الثاني كتبغي تطلب ايه 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 اعقلت على الدرس كتبغي تعيد لك صاحبك اللي قرمعك تهربت على الدرس كتبغي ايه اعقلت على الدرس فاشل استدر انه فالقاء كتبغي تتقلب على أي حاجة المهمة تهرب فهذه هي ادية النفس تهرب معاك من هنا لها لا انت تلزيمها قد قل لي هذا البرنامج هذا شوخة البرامج دي الدنيا كلهم يكونوا حلوين لا هذا البرنامج هو اللي غامشي فيه واحد دك تضرب فيه واحد لمدة اتشد لي لإقاع ديانه ان شاء الله دي القراءة وابين لله عز وجل انفع الله سبحانه وتعالى كما ذكرت فيما يتعلق بوسائل ثبات الكلام يطول والكلام لا ينتهي لكن نحتاج إلى أكثرة العمل أكثر منا إلى أكثرة الكلام لكن الكلام نذكر به أنفسنا ونذكر به أبناءنا وبناتنا جزاكم الله خيرا مرة أخرى وبرك الله فيكم وشكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهدوا لا إله لن تنسى استغفرك ونتبه إليك وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد